اشتركوا في القناة اول فيلم هوليودي تشوقي باللهجة العراقية بموعد عرضا تحدده الشبكة الافتراضية على منصتها في تشرين الثاني المقبل وهي المواصل المدينة التي تجرعت الدمار للبنى التحتية والتشويه والقتل حتى انهكها الارهاب الذي صنعه تنظيم داعش مجددا تعود الصور والمشاهد لكن هذه المرة بحبكة فيلمية هوليودي على يد المخرج العالمي ماثيو كارناهان لكن كارناهان ليس عراقيا من الاصلة انما هو مخرج يلتقط الصورة ويدرك الاحساس فيبكي او يتحرك ابداعا لان ما في العراق يحرك الصخرة ويحرك الجبال هنا ايضا اطلالة على وحدة خاصة في القوات العراقية وكيف حربت تنظيم داعش لاستعادة الموصل جو روسو الذي انتج سابقا فيلم المنتقمون انتهت اللعبة وقد حقق حينها ارادات اسطورية يبكي عند قراءته تقرير مجلة نيويوركر الامريكية عن الموصل المجلة ذاتها تتحدث عن العراق وما يحدث فيه من جرائم وترويع تقرب قلوب كبار المخرجين والمنتجين ليضم معهم محمد الدراجي المبدع العراقي في عالم الاخراج وقد يكون اكثر قربا ان ينطق الفيلم بلهجة عراقية كاملة قد تبكي العيون مرة اخرى وتذكر بايام سوداء لكنها حقائق تغلف بالفن السابع كرسالة الى العالم اجمع كي يعرف الجيل ومن بعده ما جرى من حروب وارهاب عاش العراق فيه واقعية الموت دون الحاجة لمشاهد تمثلية فكانت دم وكانت دمار وكان الانسان العراقي تحت الركام